من ضمن الاشكال والطرق الجديدة والاستراتيجيات الجديدة اللي الحكومة بتنفزها انه بتشغل البيروقراطية بطريقة تمنع الناس انها تقدحوها ازاي؟ تعالى نشوف النهاردة الاستاذ خالد علي وهو بيوصف الحالة بتاعة الزيارة استلم التصريح من النيابة العامة في الرحاب الساعة تلاتة الظهر العصر وهم وقفين عند النيابة من ساعة 9 الصبح قالك ننتقل الان لسجن ودي النطرون تقدمنا بطلب للسيد النيابة العام لتعديل تاريخ تصريح زيارة على عبدالفتاح وانتظرنا طوال الامس للحصول على التصريح لكنه كان في العرض ولم يتم البت فيه وذهبنا اليوم ايضا للنيابة بالرحاب وكان الرد ان الطلب مازال بالعرض فتحركنا من هناك في الساعة الواحدة زغرا ومنذ خمسة دقائق ورد لنا اتصال تليفوني من نيابة العامة ان معالي النقب العام صرح بالزيارة ماشي؟ ومؤرخ التصريح بتاريخ اليوم الساعة كام؟ الساعة 3 الظهر ونحن في الطريق الى مكتب النقب العام في الرحاب لاستلام التصريح ومنه سنذهب مباشرة الى سجن ودي النطرون لتنفيذ الزيارة دعوتكم طبعا كانت النتيجة ايه؟ فيه بعد كده يا جماعة؟ ده مفيش بعد كده فيه بعد كده الوسيس فيه بعد كده انا هحكي له بقى الوسيس خالد ما انا موزيع معاك؟ قول لي؟ اه انا هقولك بقى يحكي بقى القصة الحديثة اوه بقى فيه تحديثة اوه التحديثة اوه الزويل فاتح شبابة بالسجن الساعة 55 و 55 دقيقة حلوة باشا؟ قال لهم يا جماعة احنا قفلين خلاص بس دي قصة باختصار وهتظل انت طول الوقت ماشي كده النيابة بتنظر سيد النقب العام على فكرة خلد علي بينشر قبل ما يتحرك من بيتهم والاسرة بتنشر والاجهزة الامناته عارفة انه الناس دي في طريقها لنقب العام يعني هو الراجل بيعني النشر ليه عشان يدخل رأي العام في الموضوع فانتو تبقوا فاهمين الحركة ماشي ازاي؟ ده تحديث خامس بقى تحركت من امام باب السجن في تمام الساعة سادسة والربعة ومرة على تواجدي امام السجن ساعة و 30 دقيقة حيث وصلت في تمام الساعة الرابعة و 45 دقيقة انت سلمنا تصريح الزيارة من مكتب النقب العام بالرحاب بالقايرة جديدة في الساعة الثالثة عصرا ده لو ما عطيارة والله يا خلد علي ما كانش لحق وغدا سوف اكون امام باب السجن في العشرة صباحا لتنفيذ تصريح النقب العام ليه بزيارة علاء فهو مضرب عن الطعام اضراب جزئي اكتر من 200 يوم وتابعه باضراب كلي عن كل الطعام دون الشراب من يوم 1 نوفمبر 22 ثم اضراب شامل عن الطعام الشراب من يوم 6 نوفمبر ومن حق الدفاع مقابلته والاطمئنان على صحته وعدم تمكيني من الزيارة حتى الان رغم صدود تصريحين من النيابة لدفعاني واسرته لشديد القلق عليه وعلى حياته واتمنى ان يهبنا المولى عز وجل لكل الرجد والصبر والحكمة من اجل تنفيذ الاجراء الصحيح ليس فقط لاحترام سيادة القانون ولكن ايضا من اجل احترام انسانيتنا وكرامتنا حماها الله الله الله